ايه راني لقيت الدعاء للوالدين تعفيزازي ايوه رعليم الصباح هذرت مع الوالدة مو يبتي فاطمة ربي يحفظها ان شاء الله وراها مسكينا شوية مريضة ولكن اليوم صبحت شوية مريضة راكم عارفين الكبر والركابي والرجلين ولا حولوا القوات الابلهية والوالد فنسألوا الله العلي القدير أن يشفيه وما شيف عليه ويقدر سقامه ربي يشفيهم ان شاء الله يا رب اللهم اشفيهم يا رب مهما نديروا الوالدين مقصرين ولكن انني مقصر كثير مانيش نزورهم كثير نظرا للانشغالات نظرا للتنقلات مو يمتلان لله اللي قصرت في حقك سمحي لي مو يمتل اللي قصرت في حقك سمحي لي لاني ممكن ما ما قدرتش نكون معكم دايما ولكن قلبي معاكم وجسمي معاكم وقع الناس هيتدعي النار هيتدعي لكم يعني كل واحد لما يقول لي الله يرحمك ويرحمي والديك يقول له الله يرحمك ويرحم الكشلي جابتك فانتفكركم مو يمتل ربي يشفيكم إن شاء الله ويعافيكم يا رب ولا يشفي جميع الوالدين قائلوا والدين ونقولوا للإخوة والأخوات اللي عندش والدين يقدم لهم وشي قد يقدم لأنه رايحين يروحوا وربما كل واحد يندم على وجودهم فلهذا إذا قدمت أي حاجة في حياة والديك ما تنساش والله ما تندم فربي يشفيكم ميمتي فاطمة وباب الحاج ربي يحفظكم إن شاء الله